اشتركوا في القناة اعتذر ثم اعتذر لأي شخص طلب مني طلب ولا قدر تلبي له لكل شخص ينتظر مزيد من مقاطعي وما بعد ولا نزلت الظروف كانت أقوى مني يعني الحمد لله سبحان الله الله كريم في اللي قدره والله كريم في اللي بقدره مستقبلا الحمد لله على كل حال سبب من قطاعي عن قناةك في ذاك الوقت سبب كثيرة لكن كان أهمها أن اللابتوب اللي كان عندي خرب يعني تعرفون أعمار اللابتوبات يعني تقريبا من سنتين إلى خمس سنوات وبعدين يودع أنا الجهاز كومل عندي تقريبا كثير سنوات ونصف أو أربع سنوات عموما يوم رح توديت أسوق الكمبيوتر قالوا لي يعني أنه يبغاله رامات جديدة ويبغاله يعني معالج قوي يعني يعني كان الشغل اللي عليه يعني على قولتهم كثر الله خير الله فتوب منه باقي عايش معي الحمد لله طبعا أشغل أني الشغل الشغل شوي يمين يسار وروح وتعال يعني الحمد لله لكل حال إلى أن ما جمعت مبلغ وربي أكرمني بالكمبيوتر الجديد الحمد لله جمعت القطع حقتها وشريتها وزبطت بحيث أنه يعني كان لاب توب يعني على قولتهم يعني يعتبر من أفضل كمبيوترات يعني لكن يعني مبلغه كان شوي دافي لكن الله كريم عموما أنا أنا كنت أبغى لقول الله يعني خلوني بس بشوف أداء الجهاز أوريكم أياه الحمد لله يعني خلوني بس نقول على تشغيل تقييم ونشوف نخليه يقيم الجهاز طبعا الحمد لله شريت قطع واجد يعني بحيث أني اطورت الجهاز خليتهم معالج i7 حطيت له كرت شاشة 4 جيجا حطيت له هاردسك 2 تيرا عشان طلباتكم أقدر أحمل عليها وأسوي أشياء زي كذا يعني تصير عندي مساحة كافية ما تعذر لكم بالمساحة أشياء كثير سويتها طبعا خلونا من كثر الكلام اللي ما يفيد من تطوير القناة اللي أنا بسويه طبعا أنا أعمل لوحدي يعني ما عندي على قولتهم مجموعة يعني أن نشتغل هذا مسؤول عن المثلا التواصل الاجتماعي الفلاني وهذا مسؤول عن هذا وهذا مسؤول لا 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 أنا أعمل لوحدي فالغالبية يعني أنه عندهم تويتر ففي هاشتاغين الهاشتاغ الأول أطلب من دحهم دي سافن والهاشتاغ الثاني أسأل دحهم دي سافن الطلبات سواء أنت بتطلب برنامج بتطلب ألعاب بتطلب أي شي ما عندك مشكلة أطلب أكتب في تغريدتك أكتب تغريدتك الطلب اللي أنت به وحط بعدها هاشتاغ أطلب من دحهم دي سافن وبعدها غريدها بتوصل لي على هذا على التويتر وبقرأها عادي وانتهى الموضوع والثاني أسأل دحهم دي سافن هذا متخصص للأسئلة يعني مثلا جيت بتثبت برنامج وما ضبط معك جيت بتسوي شي يعني بتسجل في قياس بتسجل في برنامج ما ضبط معك كراك ما ضبط معك شي أسألني في هذي أنا ممكن أقدره في يدك هذا كل شي يعني حاب أقول لكم بالعربي شكرا 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 بالانجليزي thank you very much بالفرنسي مرسي كل اللغات شكرا لكم كان دعمكم هو دليل على عودتي هذي يعني على قولتهم أنا راجع وأنا حاب بالشي هذا بحاول أبدع بحاول أحط كل طاقتي في القناة من أجل عيونكم يعني شكرا لكم بكل اللغات بكل شي يعني ما أجيش لنا أوصي شعوري لكن يعني دعمكم كان لي أكبر عودة لي أكبر دعم لي كون أني تركت القناة وهي 1500 مشترك والآن ما شاء الله تبارك الله وصلت حول 6000 مشترك يعني جدا أو بيعلق الجهاز مو مشكلة يعني جدا يعني كان دعم لي كبير بحيث يعني أنه الحمد لله تركت ال سبسكرايب كان يعني شوفوا السبسكرايب كان 1500 والحين قرب حول 6000 سبسكرايب المشاهدات يعني شكرا لكم كانت عدد المشاهدات تقريبا تركت القناة 256 بالضبط 256 1000 والحين ما شاء الله تبارك الله قربت حول 900 1000 شكرا لكم لدعمكم هذا أنا أشتغل توفيق الله ودعمكم هو أكبر عودة لي شكرا 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 بإذن الله راح أعدكم بالأفضل بالأجمل بالأحلى زي ما قلت لكم طلباتكم وذا إذا تأخرت عنها فدليل الضغط علي ما عليش لا تزعلون مني أسئلتكم بإذن الله راح أرد عليها أول بأول ما راح أترك أسئلتكم إنها تمر ولا يعتقد أحد إنها بس بيسأل سؤال وإني مثلا مني بمعبرة ممكن تكون الأسئلة كثيرة ممكن أنا أكون مشغول فعلى قلتهم يد واحدة ما تصفق لكن تقدر تاكل فيها فيعني شوي شوي بنقدر نوصل للهدف اللي نبغاه بس خلوا هذا يخلص عرف إني كثرت السوالف وادرينكم تزعلانين مني بس والله ما عليش أنا آسف طولت عليكم الغيبة لكن بإذن الله إن الشغل حيكون أفضل وأحسن خلوا بس نشوف هذا أنا دريني طولت لكن طلع لي أداء الجهاز ما أغير شي طيب ما مشكلة أعرض المعلومات التفصيلية لأداء الجهاز طبعا الحمد لله يعني أخذت معالج إنتل كور أي سفن سبع أربع سبعمية وسبعين وطورت الرامات إلى ستاشر قيقا وطورت كرت الشاشة الإنفيديا سبعمية وسبعين يعني في التصنيفات من الأفضل كرت ورسومات رسومات الألعاب يعني الذاكرة المتوفرة 11880 طبعا القرص الثابت طبعا هو بيقيم على القرص الثابت عشان ما عندي مساحة كبيرة فيعني الحمد لله الله كريم إن شاء الله بإذن الله عائدون لكم بعودة قوية معلش عذروني على الإطالة ومع السلامة وطبعا لا تنسون تسوموا سبسكرايب ولايك وشير للمقطع عن المواقع التواصل الاجتماعي وللأسئلة والطلبات عندكم هاشتاقين على تويتر الأول للطلبات اطلب من دحوم دي سافن والثاني للأسئلة وهو اسأل دحوم دي سافن وفي آمان الله اشتركوا في القناة